أزمة المياه تطفو من جديد وسيناريو شحته قد يعاد كرة ثانية ازدياد التجاوزات الحاصلة داخليا على الحصص المائية فأقم من الأزمة أما مستجدات تأمين حصة العراق المائية من إيران فقد دفع وزارة الموارد المائية إلى رفع مذاكرة أمام محكمة العدل الدولية بعد استمرار طهران بتجاوز جميع المواثيق الدولية وزارة رفعت مذكرة إن شاء الله تصل إلى محكمة العدل الدولية لمعظمة حقوق الإنسان لأن أهمية المياه تمثل حياة لا يمكن أن نبقى ساكتين على تجاوز واضح وصريح لكل المواثيق الدولية بتحويل مجاري الأنهر بقطع الحصة المائية بعدم تقاسم الضرر من قبل الجارة إيران وهذا شيء غير مقبول وهناك مواثيق دولية وعلى ما يبدو أن الأزمة المائية على موعد مع التفاقم تضرر بنحو 50% من المزارعين وتقليص الخطة الزراعية معطيات تحاكي أزمة أخذة بالتصاعد في الموسم الصيفي كما تقول وزارة الزراعة لدينا مخاوف مستقبلية من تناقص المياه على القطاع الزراعي لأنها تلقي بظلالها على قلة المساحات المزروعة والتي تذهب إلى التصحر وتصبح جرداء وهذا حقيقة في الشيء غير مقبول استمرار أزمة المياه قد تجعل العراق يواجه بسببها عجزا يصل بنحو 10 مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2035 وهذا ما يعزز من المطالبات بإطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية داخلية وخارجية تتعظم التحديات على ملف المياه فيما يؤكد مختصون أن الوصول إلى الموسم الصيفي بذات المعطيات الحالية قد تكون نتائجه قاسية على الخطة الزراعية ومياه الشرب من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير